أنا حليمة وأنا سبب المشاكل قع هذا الشي اللي وقع لي أنا سببه عندي 32 عام في عمري مزوجة بحسن ولد مخير الله يعمر له الدار ضريف وراسه صغير وعلاقة ديدية عيشنا بي خير وما خاصنا خير هو خدام تيتو شي مزيان وأنا قلس في الدار قررنا الدار بالطريطات قربنا نكمله نريد أن نحلقه على القادية قلنا نشري اوتوموبيل في الأول نريد أن نشري اوتوموبيل ولكن من اللي فكرنا وتشاورنا قلنا نزعمه قليلا وشري اوتوموبيل هذا ما قلنا زيّرنا الصمتة وبدأنا نجمعه من هنا ومن هنا هذا يسلفنا 20 هذا يسلفنا 100 هذا يسلفنا 30 حتى ضبرنا على نص المبلغ ونحن كانت لدينا شي حاجه جامعا ودفعنا في طموبيل وقالنا تخيلوا معي طريطات ديال الدار زائد طريطات ديال الطموبيل ويد وحده متى تصفقش ايه؟ ايه؟ وهد زيّرة اللي تزيّرنا خاصة شي دخل آخر طريق المخيخ اللي كان الناس عندي ومهني وبقيت نخمم ايه؟ 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 وشكل جيد من الطريطات المهم ايه؟ وانا نسمع باناكاين واحد الحاجه اسميتها طاكسي درايفر قلت لماذا؟ حسن عنده طموبيل الجديد والخدمة عنده تخرج بكري يعني عنده الوقت فارغ لماذا لا يقوم بالطاكسي درايفر وانا ما كتقع فهماها غي سمعت بيها باللي مشيت و سولت ألقيت مو مكيني ديرها ايوة لصقتولك واحد اللصقة ما تتصورش على البال وخاء حسن كنت يبغي يجي من الخدمة ينعس ما تيبغي لا زنقة لا قهوة لا صحاب لاوالو ايوة بقيت عليه بقيت عليه بقيت عليه في الاول ما بغاش قل لي انا طمو بالتباقة جديدة نقيل تنظر بها في الزناقي ومركب الناس هذا بعقله هذا ما عندوش مهم السيد ما بغاش ولكن ألصقته حتى والتي يقول لي ان شاء الله غادي نديرها في الاول ما بغاش وما تقبلهاش طمو بالتو كانت عزيزة عليه وما تيبغي يركب فيها التواحد وراء انا انا من اللي تنبغي نمشي معاه تقول لي يا مزحي رجلك هتطلعي اما ولدي هدك بوحده للعلم عندي وليد تقرأ هذا العام في التحضاري يعني المصارف دياله احتهية زيدوها في بالكم ايوا نكمل لكم قصتي من اللي بقيت عليها بقيت عليها وتعرفو احنا العيالات من اللي تنديرو شي فكرة في راسنا تنوصلوها تنوصلوها ايوا يا اخوتي قالوا لي يا مبروك حسان ابغى الفكرة قنعته قنعته بالزز صافي دخل ديك الابليكاسيون قد اموره ولا تيجي من الخدمات يقلبوا عليه الناس يسولوا عليه في التليفون يمشي تدبر مصارف ديال المعقول عجبني الحال قد تنقول وليني انا رانيت بارك الله علي نابغة قد تفكير كله جاني فراسي وغيرت حياتي من والو واللي نبخير علينا تنخلصوه في التريطات وعشن بخير تنخرجو ناكلو برا نصافرو يعني مصروف والتي يدخل صحيح المدة ديال ست شهور قدرنا نخلصو التريطة ديال الطموبيل بقاتنا التريطة ديال الدار فيها شي حاجة قليلة المهم كما قلت لكم اخوتي حياتنا تغيرات تغيرات والدي بدلت المدرسة زوينة انا والتي تلبس غير اللي بغيت بان تعلينا النعمة في الاول حسن كان منظم الخدمة دياله داير خدمة مقية يبدأ مع الخمسة من اللي تيجي من الخدمة وتيرتاح شوية ويشرب كويس ديالاتي تيبدأ الخدمة ديال الطاكسي تل عشرة ديال الليل يعني خدمة نقية واخه كانت يضرب تمالة ولكن لا تفوت العشرة ديال ايه يا اخوتي من اللي بلنا وشفنا كاينة العاقة في هذه الخدمة بقيت نقوله زيد شوية تجهيزة تبقى حاضرة تلفازة ومرتاح غير في الطاكسي يعني في الطاكسي ما تضرب لتامارة ما تجري ما تهبط ما تدير تحاجة زيد شوية بقيت نقول إلا زاد غاوة ثلاثة ساعات حتى لديك الوحدة را غايت زادنا الفلوس وغا نقول لي كتار من ذلك الشيء اللي نعليه يوم عندي ما نخبيع ليكم اخوتي حسان حتى هو كان طامع في الفلوس او لا مصيبها اللي عيط عليه مع الشيء وقت تيمشي لعنده بعد ما كان دير وقت محدود بعد المرات مع الوحدة بعد المرات مع الجوج بعد المرات مع الثلاثة بعد المرات المهم ما نقول لكم السيد فقمة عيط عليه تلقاوه ايه ومع الخدمة ديالو اللي رسمية والخدمة ديال الطاكسي حسان عيط مبقاش قادر وخال فلوس وخال دخل كبير وخال بزافت الحوايج الزادت علينا ولكن مبقاش قادر صافي حطه موبيل قال لي يا عيط ايه وماللي حطه موبيل لحيات عوتانية رجعت كما كانت الميزيرية وكل شيء حده قده مقدرناش ولافن بالعزو ولافن بالفلوس دايرة الو بغير وجاع عود للطاكسي حيات عطت درك في الاول ابقات يخدم ديالخدمة خفيفة حتى الواحد النهار تلقى مع واحد البنت ووصلها الشيء بلاصه اعطاته 500 درهم جاه ويضطير بالفرحة قليلي هانتي ها كورسا جمت فيها 500 درهم هو بقيت يهضر معي ويتصل به هذا البنت نيت قلت له وش ممكن تجي ترجعني قال لي يا ناري بسم الله الرحمن الرحيم قوصت على راس ودبها 500 درهم هذا خيطنا هذي ستحسب فيها الآلي والروتور الساعة من المشاء أعطيت وفلوس خرين جاراج اللي غير طير بالفرحة وحتنا في حق الله فرحت بحل هذه الهميزات زوينين إيوه من دك النهار هذي خيطنا تتعيط لراجل فيما كان تيمشيل عندها بعد المرة تيكون في الخدمة وتيبقى واحل تيقول له ديراني خدام ما عندي كين دير وهي تتبقى لاسقاه ولكن كانت الأكترية 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 تتخرج غير في الليل تيبقى معها تلشي وقت فينك أنا مع فلانة فينك أنا مع فلانة حسن فينك جوج مرات هنا تنسخ اللعشة وزرب ضغية وراني خدام موصل حفيظة إلاجك جوع تعيشهاي حسن بتغطلتي وراني لابسة حواجي العرسرة قرب يكمل مصباح ونزنت سنة وزرب شوية وصبري وصبري العرسرة بقيت الصباح وراني خدام موصل حفيظة حسن إليك تقريب جو وصلني لدارنا رامي مريضة حالتها وحليمة وراني خدام موصل حفيظة شوفي شدي طاكسي وصلني عليها وقولها ما يكون بس اكتاولت هدف لانا داخلنا في الدم واحد من النهار أنا كان موصلني وهي عيدت له أرجع هزها هذا هو السبب تتعرفت عليها هضرت معي وضحكت معي وشكرت لي سيحاسان 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 الله يعمل له الضار هكذا يكونوا الرجال وتتبانع عليها معقولة ولكن ما كناش عارف انفاش خدامة حتى حاسان ما كانش تيدخل معها بزاف علامتي يقول هو وهي ما كانش من النوع اللي تيهضر وترتار وسيكت تتعرف وقتش تهضر وقتش تسكت ايوه بدت تهضر معي تعرفت عليها تعرفت عليها صافي ولت من تطلاق مع حاسان تتسول عليها كدير المادام كدير الوليد المهم ولت بيناتنا واحد العلاقة بعد المرات مني تتصل تلقى نمرها تنجوبها أنا تنقول لها مثلا ها حسن في الحمام هو ناعس ولت بيناتنا واحد العلاقة حسان ول خدام الأكترية دي الخدمة ديالو معاها ومعا عائلتها ادي لي فلان جيب لي فلان جيب لي اخويا من المطار ادي لي يخطي المطار اديني انا جيبني انا يعني تقريبا الوقت الذي يعمل في الطاكسي كله يدوز مع هذه خيتي بالمناسبة هي اسمتها حافظة راجلي را كان خدام والوقت الذي قاله يريد عمي يعاون به كما قلت لكم في الطاكسي هذا لماذا في الاول عياء ضربت عمارة واحد ستشغر را كان ستسطى راجلي النار كله دايع والليل كله دايع ولكن دبم للقهاد خيتي وتتدور معه مزيان قال الله ما هذه ما عائلتها ومعها هي حسن لي منطقة كله مر مطلع قنس المهم سيد ولا ما هافظة هذه بحل تقوله الشيفور ديالها وصافي ولا تتسول عليها أنا تتسول عليها راجلي من التي يجي تهضر عليها بحل بحل قريبة بحل شيء وحد التي نعرف ها تتسول لها شيء مشكل تتعاوض الراجلي تتعاوض لي تقول لها حافظة ما نطر لها يعني هذه اسمية حافظة تسمعها كل نهار في الدار نهار الذي سيمرض ولدي كل شيء مسموم ووجهت واحد لدياري واحد لوجع ما يتخيل على البال تنترعد وتنغو وتخلعت وراجلي خدام بقى يا الله تنقلب كيف سنقوم وإن هبط نشط الطاكسي وإن طريقة من دارنا وهي تتصل بي سبحان الله العظيم رأيت حالتي تنبكي مالك قلت لها رأي ولديها شنو شنو تتصل بحسان بزاف ديال المرات ومجاوب هاش كان خدام ناد تتصل بي أنا تقول لي رامعة السبعة أريد تحفظ تصل إلى هذا أخذت وحلى قلت لي ماذا ساعدك في شيء أختي أعطق لي لا أريد أن أعطق لي قلت لي أعطي لي دار أعطي المصريين لم سيكا شنو الطاكسي وكانت تجري وقفت معي واحد الوقفة يا أخوتي الصح ماديا ومعنويا تتبكي معي وما خلتني أريد أن أعطي في جيبي خلصت الكلينيك خلصت الدواء كل شي كل شي كل شي حتى توقف الولد أقول بي خير عاد قالت لي يا ودهب الله يعاونك صافي مشات في حالاتها شكرتها قلت لله يرحم لك الوالدين مثلا حسن سأردت لك هذا شي كامل اللي خسرت قلت لي والله ما يرد لي حاج من اللي جاء حسن في العشية من الخدماء وقلت لك كل شي قال لي يا بنت الناس أنا رأي قلت لك هذه بنت الناس اللي عمر له الدار المهم فرحت وأكثر من اللي والدي شوية يعني تخط الأزمة اللي وقفت معي وجرت معي خاصني ضروري ونديل لها شي كاسكروت يكون وعر ونجيب شي حاجة قلت لي لغ يخليك أنا ماشي برانية الدنيا هانية قلت لها والله هيتان ماشي هذه الخرجة التي خرجت أخوتي تمك في اللعبة التي تطق ونجيب الحليب ونجيب كروسة ونجيب حسن طيافة ونجيب ونجيب عادت حطيت الصينية وضعت الكروسة وضعت الحليوات والبصارة كانت عندي فوق الطبلة في الطويجنة مغطين كنت أكل أنا وولدي تخيلوا ضربت ضربتها في كل اللحظة الله أعلم ما دارت لي حتى تنعقل تكحز الطاجين تقول يكون البصارة الجيد تخيي لزوين Blood J وم patt ست ونحماق وتندف رسلا حين يا sto لم تقل أنت بار طير حسن حسن خاصة أعرفت حارفية والدي و أخوتي و الناس الذين يعرفون صافي كرهت الدار أو تجيني الضلام الضلام بعدما كان داري هي العينين نمشي لأي بلاسة و نريد بيت في داري وحسن تجيني هو سيد الرجال لا يوجد شيئا بحاله وولدي كما قلت لكم سأتحمق عليه و أي أم سأتحمق على ولدها والتي يبلي كل شيء ضلام أعرفت أخوتي خرجت بحوايجي اللي لابسة من داري تجيت دابع أربعة شهور أخوتي و أنا خارجة من داري تنعاني حالتي حالة النهار دخلت عندي كسيدة وتخيلوا بقى لحد الآن هاد السيدة مع حسن الناس تقولوا لي راهم صحب معها وحسن تقول لي بيني و بينها غير خير و إحسن و أنا لا أعرف أشنو طاري والناس و لو تقولوا لي وتوقضي و أرجعي لدارك راجلك راح طايح مع وحدة راهم لا تذهبطش من الطموبيل دي ما معاه و أنا في نوجه جهد باش نتوقض ما حال من مرة تنجمع ساكي و نقض حويجاتي و نجمع الولدي حويجاته و تتنبغي ندير ذلك الخطوة و تيجيني ذلك السعر اللي كان فيها ما تنقدرش عباد الله ما تنقدرش راه هاد الهضراء كون عودتها لي شيء وحدة و لكن من اللي جربتها أنا عرفت بأن السحر كاين و التوكال كاين حيث أخذكم حاليمة كنت تنوزن 66 كيلو طولة و التجريدة و الزين راه اللي شافني ما تعرفني واللي التنوزن دابة حاليا 45 كيلو إلا نفقته اللي ينطيح عياء والأطيباء ما يديروا لي في التحاليل والأدوية والأدوية و من اللي تلفت أخوتي تلفت شفت الفقهة الفقهة اللي بشيت عنده تقول لي هاد توكال هاد راه توكال و فعلا كان توكال حيت وجهي و لك حل اللي شافني ما تعرفني ولا عرفني شي واحد تقول لي يا مهمتي مالكي و اللي تهك وهذه السيدة هي سبابي من ذلك البصرة اللي كليت بدأت نتوجع وتنغوت صافي هل هذا الوجع أم لا يغويت ما أقول لكم أخوتي دابة هذا ردست عليها ربع شهور و دابة و أقلت قليل و أردت نرجع لدارة ولكن معامل السيدة تقبضت عليه مزيان و لم يكون عقل و أقلت نقلت حسين ربع تنرجع و قلت أريد أن أخذك مرتاحة بالله أريد أن أخذك مرتاحة أهو أخي كيف أخذك أنت مسخوطة لعبت لعبتها حتى خرجتني أنا لعبت شداته حيث في الأول لم يكن تشده ونالله التي تحدثت ليدك التثمم واتوكال اهو ادبانك لا راجل لا صحة لا التحاجة ما اقول لكم اخوتي اقول لك اللي تعرف من ولا تورت من نغي الباله وناد شي لطرالية اشدخلها عندي واش عرفني بيها وعليش قاعد بيع او شرية دي الراجلي كان خدام بي خير هانين قنعانين حتى جاتنا في راسنا الا يدير طاكسي دريفر ابدا يدوري حتى تلاقى مع صاحب التاوتو اللي خرجت لي على حياتي وعلى صحتي وعلى مستقبالي وعلى أوليدي وهذه هي حكايتي شكرا على استماع وبسلام عليكم